لو هذا الحادث اللي حصل اليوم حصل في اي دولة من دول الجوار اضعف دولة من دول الجوار شن كان رد الفعل شن كان رد الفعل قطار يخرج عن مساره يستقيل وزير في مصر حادث عبارة طبيعي قضاء وقدر تستقيل حكوما الان تخرج لنا بيانات مستفزة اقل ما يقال عنها مستفزة وكأنما جاي يتحدثون عن دولة شقيقة او دولة صديقة دولة بعيدة وقع فيها حادث ويستنكرون وياريت يشخصون من هو المعتدي على مستوى حكومة وزارة خارجية والله انا اليوم نوزير خارجي اعطم روحي حقيقة ستتقل بصراحة هاي الصراحة انا اتكلم الان كفرد من افراد هذا الشعب اليوم مكلوم هذي الطفلة اللي هست موؤودة باي ذنب ان قتلت شنو ذنب اهلها شنو ذنب هذي الطفلة اللي راتت تشم هواح من عوها من شرب من مشمل هواح شنو ذنب هذي العوائل ثلاثين نفر الان ما ادري انت كوزير خارجية تمثل شعب عراقي تستحي تقول انه الاتراك هم اللي قتلونه الان مو بسر رد الافعال تشخيصي المجرم ما جاي تشخصها انت ثم اي لجنة تحقيقية اتدي تسويها الان تطيني لجانة تحقيقية اللي مارسها دورها الحقيقي ثمانمائة شعب عراقي قتلوا بدم بارد من طرف ثالث انتو تعرفون كل الزين وتقولون لجانة تحقيقية وصلت ثلاث سنوات ما حددتم من القاتل واحد يرميها بساحة الثاني وصالكم تسعة اشهر ما بيكم خير تسوون حكومة ما بيكم خير ترشحون اسم ما تسوون حكومة اسم عراقي واحد يستاهل يصير رئيس وزراء ما عندكم امكانية تفتون للشعب